والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز عندنا روبا في كنوز بناء العيلة تساؤل من الأهالي المخلصين اللي عايزين يشوفوا مواهب أولادهم وينموها علشان إحنا كأهالي بنقول إحنا مش عايشين لولادهم فأنا نفسي أساعده يحط إيديه على نقطة التميز بتاعته ووفر له أحسن جو نقطة التميز دي ينمو فيها فتبقى سبب رزقه فتبقى سبب حب الناس ليه فتبقى سبب قربه من ربنا سبحانه وتعالى صناعة قيمة ليه في الدنيا إيه هي المواهب اللي ممكن أصلا أدور عليها يعني أنا أدور على إيه في ولادي لأن أنا وأنا بقول لحضرتك أما أفكر في الرياضة ولا في التعليم ولا في العلاقات الاجتماعية أكيد علم التربية صنف في المواهب في عشر سمات من المواهب بيظهروا في ولادنا من أول سن ثلاث سنين نقدر نكتشفهم وبقى فيه تقييمات مخصوص إنها تكتشف المواهب دي تقييم ده مثلا من شركة جالوب العالمية اللي هي مركزة جدا في الموضوع ده من أول عشر إلى أربعتاشر سنة الطفل يعمل التقييم ده يعرف أول ثلاث سمات من المواهب عنده هم إيه اللي منها بقى بيبقى مفتاح حياته كلها الطفل يعملها بنفسه ولا الأهل يعملها له للاختبار ده هو مش اختبار مهم قوي إن احنا نقول إنه مش اختبار عشان مفيش صحه وغلط مفيش حد أحسن من حد مفيش ترتيب هو في الآخر بس بيبين عشان كده بنسميه تقييم يعني هو في الآخر بيبين بس أنهي أعلى ثلاثة عندي من العشر مش اختبار إنما هو تقييم بالزبط بيوريني بيوريني هو بنعتبره مفتاح للطفل مفتاح للتربية للتشجيع للتنمية كل حاجة للطفل ده مهمة بتيجي من أول ثلاثة دول يعملوا الطفل ولا الأهل يعملوا له الطفل بيعملوا عشان كده هو من أول عشر سنين قبل العشر سنين بنعمل اللي هو طريقة الاكتشاف كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي فيها الخمس نقاط اللي محتاجة للأهل يبقوا عارفينها ويلحظوها في الطفل بعد سن العشر سنين لحد 14 سنة طفل يعمل التقييم ويطلع له بقى ده تقييم على الإنترنت يدور كده التقييم بتاع شركة جالب للمهارات اسمه strength explorer strength explorer مهم جدا أن بعد ما الطفل يعمل التقييم ده على الإنترنت أن الأهل يروحوا لحد مختص يقول لهم يعملوا بإيه إحنا بنعمل report كامل يوري الأهل إزاي يتعاملوا مع الطفل اللي عنده الثلاث سمات دول أعلى سمات عنده إزاي يشجعوه منهم إزاي ينموه منهم إيه فرص التربية والتعليم اللي بتيجي للثلاث سمات دول أنا بشوف أن إحنا يعني بنروح للمختصين في كل حاجة في الدنيا من أول تصريح الأجهزة اللي عندنا لغاية أمراضنا الكبيرة والعياذ وبالله أنا سأل الله العافية للجميع فأولادنا يستحقوا أن الواحد فعلا لو هيعمل حاجة على الإنترنت زي دي يسأل حد متخصص يوجهه بعد كيف حاجة مهمة زي مواهب الأولاد في عشر سمات للمواهب اللي التقييم بتاع Strength Explorer ده بيبينه أول سمة سمة المنجز Achieving الطفل ده كل ما ينجز حاجة بيتحمس ويكون عايز ينجز اللي بعدها ده الطفل بقى اللي عنده checklist أو ورقة ماشي بيها كاتب أهدافه كاتب اللي وراه وكل ما يعمل حاجة يروح يعمل عليها علامة صحة عشان أبقى خلصتها ده لو ابنكو أو ابن أي حد بيتفرج علينا مهم جدا أنه هما يساعدوا يقسم أهدافه لحاجات صغيرة جدا عشان نستخدم الدافع لجوات طبيعي ده أنه هو يحقق أحلامه ممتاز المنجز الـ Achieving ده احنا نساعده أنه هو يقسم أهدافه لحاجات صغيرة عشان ما يحبطش من الأهداف الكبير اثنين المتنافس سمة المتنافس ده أو Competing ده بالنسبة له المركز الأول هو الحاجة الوحيدة اللي في دماغه ده اللي هو زي يعني معظم الأطفال بيبقى عندهم دي دي بتبقى من الصفات اللي موجودة أو السمات اللي موجودة الطفل ده عايز يبقى رقم واحد مهم جدا أنه لو أنا عندي طفل من سمة الـ Competing ده أن أنا إزاي أعلمه مفاهيم مختلفة للتنافس أعلمه تنافس جماعي مش كله أنا ضد حد أعلمه يبقى مع فريق أعلمه يتنافس مع نفسه عشان يحقق أهدافه خليه يحط لنفسه هدف أنه يكسر رقمه هو القياسي في حاجة عملها قبل كده عشان نحول فكرة التنافس دي من أن هي حاجة تخليه ممكن يبقى مؤذي مؤذي لأن أنا أفعلها له بطريقة إيجابية جدا وعلمه طرق جديدة أنه هو يحقق الفكرة دي عنده يبقى عنده تنافسية بشجعه للتنافسية بس تنافسية جماعية نكسب مع بعض يبقى كأن في شيء من الفريق يعني أو يتنافس مع نفسه ويتحسن باستمرار عشان أخده من حتة التنافسية لفيها إذاء أو ممكن تخليه يجذب مثلا أو حاجة زي كده عشان يبقى هو أرقام واحد لأنه هو يتنافس مع أرقامه أو نجاحاته قبل كده عظيم هي مفيش مشكلة برضو أنه هو يتنافس مع نفسه أنا بس بحاول أوسع فكره عن التنافس ما خليهوش أنه هو يتنافس ضد حدي أما مش عارف أودي الطاقة بتاعتي دي فان سمة الواثق confidence الطفل ده بيبقى داخل على حاجة هو مش عارف فيها أي حاجة لكن واثق من نفسه عارف أنه هو يقدر الطفل ده ممكن يجرب أي حاجة مش لازم يبقى حد يجربها قبل كده مهم جدا أنه ده لو في بيتنا أنه إحنا نوري له حاجات يجربها تنفعله هو عنده طاقة يعني ملهاش نهاية من الثقة بالنفس وأنه هو يدخل في أي حاجة ما حدش يارف عنها حاجة فبس أوجه له الطاقة دي في حتة مفيدة ليه جميل ده أستاذ كبير ده سمة الواثق رقم أربعة المعتني caring الطفل ده نفسه يساعد العالم عايز يغير العالم بطريقة بسيطة بقى فعل بسيطة أو بحاجات كبيرة الطفل ده محتاج أن أقول له أنت ساعدتني محتاج أسيب له مساحة أنه هو يساعد في اليوم الطفل ده هيبقى الطفل اللي لو في حد جنبه وقع هيبقى أول واحد يقومه هيبقى اللي وإنت لسه بتفكر في حاجة ممكن أنت بعايزها بيجري يجبها لك مستني الفرصة أن أي حد يحتاج حاجة عشان هو يملى الفراغ ده بسرعة الطفل ده محتاجني أقول له أنت ساعدتني أنت عامل فرق في حياتنا إحنا بنتبسط قوي من مساعدتك لنا عايز يسمع الكلام ده caring ده المعتني اللي بيبادر بالمساعدة ده ممتاز جدا السمة الخامسة سمة المسؤول dependability الطفل ده محتاج يكون محل ثقة بيحب جدا أن الناس تعتمد عليه ده دايماً الطفل اللي أكبر من سنه اللي الناس عارف أنه لو قال هيعمل حاجة يعني هيعملها الطفل ده لو موجود في أولادنا لازم نقدر تعبه نقدر مجهوده ونلفت نظره لما يشيل أكتر من طاقته مهم جداً إحنا ما نستغلش أنه هو شايل من علينا سمة المستكشف discoverer عارف حضرتك الطفل اللي طول ما هو قاعد بيسأل ليه عشان إيه دبتع إيه وإحنا نبقى زهقانين طبعا موهبة موهبة وبإن إحنا زهقانين بنطفيها بس الموهبة ده هتوديه على فين هتوديه في حيثة كتير قوي الطفل ده بيحاول يربط الأحداث ببعض بيحاول يفهم الحاجات بتشتغل إزاي بيفكر بطريقة إحنا ممكن نبقى مش شايفينها خالص أتصور إن الطفل ده ممكن يبقى ممتاز جدا في البلانينج وضع الخطط وعنده رؤية مختلفة لأنه بيعرف يسأل ويربط ما بين الحاجات بالزبط كده الطفل ده محتاج مننا إن إحنا نسيب له مساحة استكشاف حتى لو في البيت إن أنا بقى سايب له مساحة ما بقولوش ما تكركبش ما تعملش أنا محتاج أسيب له مساحة يقرأ زي ما هو عايز يختبر حاجات فوق بعض بالطريقة اللي تنفعه أجاوب على أسئلته وممكن كمان أشاركه في الحاجة الجديدة اللي أنا بأعملها مهما كان هي إيه أخده معي أنا بصلح عربية أوريله وحد جاي يصلح لنا حاجة في البيت أديله كتاب عن فكرة جديدة هو ممكن يبقى متحمس لها أنا كده ما بطفيش رغبته في الفضول اللي عنده دي بالزبط كده وعندنا سمة المفكر المستقبلي أو future thinker عارف الطفل اللي بيبقى وهو قاعد بيذاكر بيقول طب وده هيفيدني في إيه بقى لما أكبر وصاحب الشركة أنا هيفيدني في إيه التاريخ أنا هيفيدني في إيه ويعود في كل حاجة بنتكلم فيه بس هو بيقولها بجد بقى المرة دي مش بيقولها عشان مش عايز تذاكر هو فعلا رابط اللي بيعمله دلوقتي بالمستقبل الطفل ده لو فيه نصيحة واحدة لأهله هو لحضرتك بتقوله ده بالزبط إن أنا أقول لهم اربطوله اللي هو بيعمله ده دلوقتي باللي هو عايز يحققه في المستقبل هو بيشتغل كده ما نحاولش نقوله يا ابني خلص اللي عليك وما توجعلناش دماغنا عشان ما تسقطش بالزبط هو محتاج الربطة دي محتاجي بعرف إن الحاجة اللي هو بيعملها دلوقتي دي هتوصله لهدف معين في المستقبل محتاج إحسان أنا بشوف إن من نعمة ربنا إن عالنا تتكلم أصلا إن ابني يقول لي يا بابا إي علاقة التاريخ ولا الإحصر اللي بدرسها بالمستقبل دي نعمة بيسألني أنا فأنا النهاردة فعلا لو كنت زهقان وملان من أنا أتكلم مع أولادي غريبا فعلا هطفي موهبة التفكير في المستقبل عندنا كمان سمة المنظم التفل ده عايز مساحة في إنه هو يوضى بأي حاجة من إنه هو يخطط لمناسبة معينة لنفسه أقوله خد الحاجة دي وضبها بالطريقة اللي أنت شايفها صح التفل ده لو موجود في حياتي أحاول أساعده بإن أنا أديله مهمة معينة ينفذها زي ما هو شايفها بفكرته أقوله أنت مسؤول عن أجازتنا أنت المسؤول عن الويك أنت ده أنت المسؤول عن أجازت الصيف وريني هنعمل إيه فيها وأساعده بإن أنا أحقق أفكاره أو أوصله بناس ممكن تساعده يحقق اللي هو نفسه فيه علمونا أساديتنا أن أنا أدي الفلوس لابني وأقوله الخروجة دي أنت اللي يصرف علينا طبعاً أبقى بباشر بس أنا أقوله أنا واثق فيك أنك أنت أنت مرتب أنت مش تضعي فلوسي أقوله أنت فعلاً أنت كويس بدل ما أقوله خد بالك إيه وعد ضيعها كأني مش واثق فيه أحسسه أنه هو اللي يصرف علينا النهاردة جميلة جداً السمة القبل الأخيرة سمة الحضور presence الطفل اللي دايماً لازم يبقى تحت الأضواء الطفل ده ناس بتزلمه أنه هو عنده مشكلة وبيحاول ياخد اهتمام الناس الطفل ده موهوب هو ده الشخص اللي هو بيقعد يقول للناس قصص والناس كلها تبقى مركزة معاه عايز يبقى أول واحد يعمل presentation في الفصل ولما هو بيعمل ده النس فعلاً بتسمع له موهوب بقى في الرأس موهوب في الغنى بيشوف الحاجة مرة واحدة وبعدين يجي يستعرضها لنا عندش مشكلة في المواجهة بالزبط ده هو مولود بالطاقة دي لو أنا أم للطفل ده أنا محتاجة أكون جمهوره محتاجة أبقى بسقف له بشجعه بساعده يعمل حاجات أنشطة مختلفة تنميله القوة دي اللي هو جاي جاهز بيها آخر حاجة ممكن أعملها للطفل ده أنه أنا أحمله لما يكون بيمارس الفكرة دي معي آخر سمة في سمات المواهب دي العلاقاتي أو الريليتنج طفل ده الصداقات أهم حاجة بالنسبة لي طريقه للنجاح هو عن طريق الصداقات لو بيلعب لعبة لازم يبقى معاه حد بيلعبها لو بيقرأ عن حاجة جديدة لازم يبقى بيشرح لحد وهو بيتعلم عن الحاجة الجديدة دي الطفل ده علاقتك به مهمة جدا قبل ما تحاول تعمل معاه أي حاجة لو أنت مدرسه لازم يبقى عندك علاقة كويسة به غير كده مش هيسمع لك غالبا الطفل ده محتاج أساعده في أنه هو يعمل صداقات إزاي أقوله أقوله جامل الناس قلهم كذا لما تعوز تتكلم مع حد الأول عرفهما بيحبوا إيه وبعدين شاركهم أنت بتحب إيه ومحتاج جدا أنه أنا سيب له مساحا أنه هو يجيب صحابه ويشرك صحابه في الحاجات اللي إحنا بنعملها مع بعض كعائلة يعني أم بتصور أن دي أحد أكبر المساعدات اللي الأهل بيقدموها للولاد أنه يعلمه إزاي يكون علاقات لأنه إحنا لما بنكبر بيبان قوي اللي تربى في بيته بيعرف يدير علاقاته مع الناس لأنه فيه ناس عندها مواهب في الشغل العظيمة بس للأسف هو شديد هو ما عرفش يدير علاقاته في الشغل بيخسر شغله بسبب أنه ما عرفش يتعامل مع الزملاء ومع المدرين نفس الكلام يخش في علاقة الجواز هو إنسان طيب وكل حاجة بس مش عارف يدير علاقته مع روح عايشة معاه أكتر حاجة أخد بالي منها وأنا بحاول أن أنامي وجود موهبة ولادي أهم حاجة في كلمة واحدة إزاي أفصل أفصل ما بين مواهبي أنا ومواهبهم هما إزاي أبقى واعي إن أنا مدخلش عليهم بمواهبتي وأطلب منهم إن هما يبقوا زي بأي طريقة أو أحكم عليهم بفشل عشان هما مش زي أو مش حاسين زي يعني أكون مثلا أب متنافس جدا وإبني علاقاتي مهتم جدا بالعلاقات والصداقات وصحابه وعايز يبقى معاهم ويجي عشان هو مش مهتم بالمكسب في حاجة معينة أحكم عليه بالفشل أنت مش جايبك وراء غير ماشيك وراء صحابك أنت مش فريق لك حاجة غير إن أنت تبقى مع صحابك أنت كده مش مركز على نفسك لا هو مركز على نفسه هو نفسه هي إن هو علاقاتي هو ده طريق نجاحه هي دي أول خطوة في الطريق بتاع إن هو يفرح نفسه ويفعل موهبته ويفرح اللي حواليه بيها يعني عايز أشكرك يا روبا أنت فتحتي دماغنا على فكرة سمة المواهب وبعدين أنا دماغي كتريحة في مواهب في الرياضة ومواهب في الإراية ومواهب في تصنيع حاجات وديتينا في عشر حاجات تانية طبعا بطلب من الناس يتسمع الفقرة دي تانية عشان نحفظ السمات العشرة المواهب وربنا يقدرنا إن إحنا يا رب نحسن لعيالنا ونقابل ربنا كده يعني كنا طيبين ومتقنين لتنشيئة الأرواح شكرا يا ربك التخير